لا يمكن أن تمر مناسبة اليوم العالمي المرأة دون نتوقف عن رحلة التأثير والتغيير والنجاح للمرأة القطرية في مختلف المجالات ومنها مجال التطوع والإغاثة مزيد من التفاصيل حول دور المرأة القطرية في هذا المجال المهم يسعنا أن نرحب السيدة فاطمة علي الكواري متطوعة في مجال الإغاثة مع الهلال الأحمر القطري أهلا وسهلا فيك السيدة فاطمة السلام عليكم يعطيكم العافية جميعا وحبا أبارك لكم بالشهر الفضيل هلان كل عام أنت بخير وأنت بخير أسأل الله أن يتقبل منه ومنكم طالب الأعمال نحن نبارك لكم بالشهر الفضيلة ونبارك لكم بناسبة اليوم العالمي المرأة وأنت أحد المتطوعة في مجال التطوع والإغاثة نتكلم عن بداياتك مع الهلال الأحمر القطري منذ متى أنت مع الهلال الأحمر في التطوع تقريبا عشر سنين من 2013 من 2013 شون السبب والدوافع اللي شجعتك عشان تلتحكين كم تطوع تمام الدوافع الأساسي كان عندي أني أستثمر وكتي أستفيد منه في تطوير الذات والجانب الثاني هو تقيير الإيجابي في حياة الآخرين عندي قيمة العطاء لها أولوية فعندي إيمان أن كل شخص يقدر يساهم في بناء مجتمع أو مجتمع الآخرين خصوصا في فترة الأزمات لأن العمل الإنساني بالنسبة لي يعطيني شعور إنجاز الراحة الرضا الذاتي من الداخل وصراحة يعني طور لي مهاراتي كثير سواء كانت من الناحية الشخصية ولا المهنية يعني اكتسبت مهارات القيادة التواصل الفعال ومعرفة مشاعر الآخرين والتعاطب معاهم جميل طيب أنت أيضا مؤخرا عملتي في المجال الإغاثي يا فاطمة وسفرتي إلى العريش كيف كانت تجربة خاصة في مجال الإغاثة؟ تمام طبعا هذه التجربة تحديدا بالنسبة لي شرف عظيم هذه التجربة كانت فريدة من نوعها يعني تختلف عن أي تجربة إغاثية طلعت فيها كانت خليط طبعا من التحديات ومن القيود ومن الكرة لأنه الأخير هي قضية فلسطين اللي هي قضية كل مسلم على وجه الأرض فلما عرفت أن زملاء يطلعوا للإغاثة للفريق اللي قبلي صراحة يعني تميت يعني أدعي رب العالمين أني أكون من ضمن الفريق يوما ما والحمد لله رب العالمين استجاب لدعائي وطلعت المهمة لمدة سبوعين طبعا المهمة كانت يعني كانت عندنا مجموعة من المخام المهمة الأساسية كانت عندنا استقبال المساعدات القطرية في مطار العريش يتم نقلها إلى المخازن والمستودعات نفرزها حسب الفئة مثلا إذا كانت مواد قدائية مثل الزمات الطبية أدوية وغيرها مثل الخيام ثم يتم شحنها مرة ثانية في الشاحنات وانتظار وقت الموافقة لدخولها إلى معبرفة هذه أحد المهمات المهمة الثانية اللي بعد حالفني الحظ أن الفترة اللي كان فيها الطباء وكانوا يمرون على المستشفيات وثمون بزيارة المستشفيات لتقييم الحالات فحالفني الحظ أن أكون معهم وأكون داعمين نقدم الدعم النفسي للمصابين وكذلك المرافقين اللي معهم طيب والحمد لله شاركت في عمليات إجلاء الطبي اللي تم نقل المصابين من العريش إلى مستشفيات قطر شن نصيحة لتكاتمينها للفتيات التحق بالعمل التطوعي الإنساني الإغاثي خاصة بعد هذه التجربة المميزة فاطمة تمام نحن الحريم والبنات بشكل عاطفيين بشكل طبيعي نصيحتي لهم أن دور المرأة جدا مهم في المجال الإنساني هذه من تجربتي الشخصية لأني مع اختلاف الثقافات والبيئة والجنسية لقيت وجود المرأة القطري لا دور كبير يعني العنصر النسائي قصي حتى لو كانت فيه يعني لغة مختلفة لكن وجودي ططبتي لها حظني كان جدا يلعب دور فبصراحة أنصحهم أن يخذون هذه التجربة ومن هالمنظر أحب أني أشكر الهلال الأحمر القطري اللي يقوم بتأهيل وتدريب العنصر النسائي عشان يكون أحد العناصر الضرورية في رحلات الإغاثية الله يوفقك إن شاء الله وضحورين في اختفات مع علي الكواري متطوعة في مجال الإغاثة وأيضا العمل الإنساني في الهلال الأحمر القطري كل الشكر بتغييرت لك وتمنى إن شاء الله التوفيق ومزيد من الرحلات الإنسانية والإغاثية على مستوى العالم شكرا للمشاهدة في الهلال الأحمر